لا يضروكم الا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون ما تخافوش منهم لان اقصى ضرر هيجي من ناحيتهم ضرر اثره لا يبقى اذى الاذى هو الضرر الذي لا يبقى اثره يعني ضرر بسيط او كلام الكلام يسمى اذى ايضا لانه هلفطة هيهلفطوا في الكلام بعد غزوة بدر قالوا يا محمد لا يغرنك انك انتصرت على ناس لا تعرف حمل السلاح بيترىوا على ايه على قريش فان قابلتنا ستعلم اننا نحن الناس حاولوا يخوفوا النبي والصحابة احنا الجيش الذي لا يقهر وفي الاخر طلعوا يجروا في كل المواقع بنوا قينقاع بنوا النظير بنوا قريزة مجموعة خيبر كله طلع يجري وطلع كله كلام في كلام الجيش الذي لا يقهر لا يضروكم الا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون ولن يجدوا احد ينصرهم يعني يساعدهم طيب لما نجرى النهاردة المسلمين بقى منهازمين وصد اهل الكتاب يبقى يبقى القرآن غلط لا يبقى المسلمين ما كانوش بيقاتلوا من منطلق عقائدي الكلام ده لما المسلمين كانوا خير امة اخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله لما بيقاتلوا بيقاتلوا من منطلق عقيدة انما بنقاتل من اجل العروبة من اجل القومية العربية والمهلبية والناصرية والاشتراكية اه طيب خلي بقى الاشتراكية تنصرك بس طيب زي ما الكافر اللي عمل اعمال صالحة من اجل الانسانية بنقول له روح للانسانية بتاعتك تدخلك الجنة وتمنع عنك النار بنقول للمسلمين ايضا اللي قاتلوا من اجل الاشتراكية والعروبة والكرامة والكلام والشعارات الفرغة روحوا للشعارات دي خلوها هي تنصركم القتال امر خطير بيحصل فيه تضحية بالنفس لا يجوز الا انك تضحي بنفسك في سبيل اللي خلقها مش في سبيل اي شيء اخر ابتن من كان يريد العزة فلله العزة جميعا اشتركوا في القناة